اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد اهلا بكم في منوعات معرشة لا اول مرة تشوفوا القناة لايك وشير وسبس كرايب عشان يوصل لكم كل جديد هنعمل مع بعض النهاردة القطايف من طريقها حلوة اوي هنعمل طريقتين اول طريقة هندخل فيها الخميرة وتاني طريقة مش هدخل فيها الخميرة اول طريقة معي في البولة كبايتين من الدقيق ونص كباية من السميت ومعلقة سكر اللي في الطبق معلقة سكر ونص معلقة خميرة ونص معلقة بيكينج بودر ويعني رشة صغيرة من المرح ورشة كمان من الكربوناتو يعني المعلقة الصغيرة اقل من ربع المعلقة الصغيرة كربوناتو وملح هديف كل المكونات على بعضها وكمان معايا مية دافية هحط كبايتين مية دافية بس زي ما متعودين ممكن الدي ياخد كبايتين كلهم او ما ياخدهمش فانا هحط كبايتين الا ربع والربع هسيبو لو احتاجته هضيفو ما احتاجتهوش خلاص على حسب الدي اللي موجود معي بالهند بلندر او الخلاط او الكبا لو ما عنديكيش حاجة من الحاجات دي يبقى بالمضرب اليدوي مضرب اليدوي هتضربي به بس الفرق ان انت لو عملتيه بالمضرب اليدوي يبقى هتصفي الخليط بتاعك علشان تضمني ان ما يكونش فيه اي تكتلات لكن بالخلاط او بالهند بلندر زي ما بعمل كده طبعا التكتلات كلها هتروح ان شاء الله وانت كمان علشان تتأكدي لازم ان تقلبي من فوق لتحت علشان ما يبقاش فيه اي تكتلات في القوع او دي لسه ما تضربش كويس كده حطيت بقيت الكوباية التانية يعني دي بتاعي اخد بالزبط كوبايتين هنا حطيت مية دافية علشان فيه خميرة لكن الوصفة التانية مش هحط فيها مية دافية زي ما قلتلك كده بصي بجيب من القوع من تحت علشان لو فيه اي حاجة في الرواصف في القوع او اي حاجة كلها تتخلط كويس اضربيه كويس اهم حاجة في المرحلة دي ان انت تضربيه المكونات كلها تندمج مع بعضها كده خلاص الكوام بقى كويس اه شفتي زي ما قلتلك كده كل ما بتضربيه بشايف الفقاكية اللي على الوش دي الخلط بيندمج مع بعضه وده القوام اللي انا عاوزيه يعني انت حاولي تخليه القوام ده لو عصي مية تاني اكتر دي بتاعك عايز مية اكتر من المية اللي انا حطتها فانت حطي تاني بحيس ان يكون القوام كده وفعلا كده مزبوط قوي بستريتش وهغطيه معندي كيش استريتش باي كيسة وهضغطيه وهتسيبيه لمدة نص ساعة هبدأ كده في الوصفة التانية اه الوصفة التانية مش هتحتاج ان هي تخمر ولا حاجة هبدأ فيها على طول هخلصها يكون اه اول واحدة اه خمرت معايا كبايتين من الدقيق مكوناتها اسهل من الاولى بكتير فيها حاجات كتيرة مش هنحطوها بالكباية المعيرية او باي مج المهم ان انت اه كل حاجة هتعيريها بنفس المج اللي انت بتعيري به حطيت كبايتين من الدقيق وربع كباية من النشا ونص كباية من السميت يفضل ان السميت بتاعك يكون اه سميت نعم فانت وانت بتجبيه من عند العطار اه جبيه سميت يكون نعم حطيت نص كباية سميت يبقى المقادير بتاعتنا هقولها بسرعة كده اه كبايتين من الدقيق عليها نص كباية سميت اه ربع كباية نشا اه رشة ملح نص معلقة اه صغيرة بكنج بودر ومعلقتين سكر اه وكمان اه معلقة كبايتين ونص من المية مية من الحنفية لان ما فيش خميرة مش هحط مية دافية فهنحط مية من الحنفية المقادير سهلة خالص ما فيش اي اضافات زيادة هنحطوها والنتيجة ان شاء الله هتعجبكم هحط الكبايتين من المية وكباية التالتة اه يعني كبايتين تلات كباية الا ربع فهشوف كده حطيت هنا اه كباية الا ربع هحطو نصها وهسيبو الربع لو انا احتاجته او ما احتاجته ازاي ما قلتلكم على حسب الديقي اللي موجود معي هضربو كويس بالهند بلندر اه وخلاص على كده الوصفة بتاعتنا كمان هتكون جهزت مش هسيبها بقى تخمر ولا حاجة هخلصها هندخل دلوقتي على طول علبة وجاز هعمل معاكو الاطايف اول ما خلصها هتلاقيوا التانية جهزت كل ده ما اخدش معي وقته كل ورا بعده كده ان شاء الله الطريقتين هتعجبكم هقوللكم في اخر الفيديو خالص اهنوا طريقة اللي عجبتني واهنوا طريقة اللي اسهل فيهم خليكم معي الاخر الفيديو بس لو وصلت الحد هنا متنسونش بقى باللايك علشان الفيديو يترفع انا في معظم الفيديوهات بنسا اقولكم خالص حطوا اللايك وانتوا فعلا بتنسوا اللايك ان شاء الله الفيديو النهاردة هياجبكم بس ما تنسوش اللايك علشان الفيديو يترفع كده خلاص دربته كويس كل ما بتدربي بتلاقي القوام بتاعه بيبقى مظبوط وبيتقى المعكي هو ده القوام اللي انا عاوزاه مظبوط قوي طب هقولك على حاجة انت مش عارفة دلوقتي ان القوام ده مظبوط وانت حطاها على النار هوريكي دلوقتي ازاي ان انت هتعرفي ازا كان المية اللي انت حطتيها مظبوطة او عاوز مية تاني اول حاجة معايا صانية اهم حاجة تكون تفعل معايا الصانية بتاعت الكريب انا يدوبك بس المنديل عصته زيت وبعد كده بمسح الصانية مش عاوزة احط زيت خالص انا بعمل الحركة دي في اول مرحلة بس دلوقتي وانا بحطه هتلاقيه يعني اتفردت معاكي على طول اعرف ان القوام كويس لو لقتيها تقيلة ومتمسكة ما بتتفردش بسرعة ولقتيها سميكة اعرف ان القوام بتاعك تقيل بسيط خالص انت يبدأي تاني زوديه مية واضربيه في الخلاط تاني يعني زوديه مية بسيطة وجربي لقتيه رؤية وبيعمل فقاقية كده من على الوش على طول اول ما بتحطيها اعرفي ان القوام بتاعه كده مظبوط اول طاصة يعني ممكن ما تكونش مظبوطة اوي لان انتي بتشوفي النار بتاعتك مظبوطة ازاي وبترجعي تزبطي اا يعني اول واحدة ممكن ما تطلعش مظبوطة معاكي مش اشكال خالص لكن بعد كده النار هتتزبط معاكي واحدة واحدة وهيطلع ان شاء الله كويس بوري كده موسي بتتقفل على طول اا ما شاء الله كان يعني كان ناجح جدا جدا وكان كويس وما اخدش مني وقته خالص اول ما بتلاقي اللون اتغير والفقاقية زي ما انت شايفها كده بتبدأتش لها على طول مهم اول ان انت تفردي يعني ما تحاوليش تحطي فوق بعضه بفرده الاول على وشه وبعد كده برجع لبه زي ما انت شايفها كده بس لما يبرد علشان ما يمسكش ببعضه ويعجن وهو سخن فانت فراضي الاول لحد ما يبرد وبعد كده عاوزة تحطيه على بعضه حطيه ما فيش اي مشكلة معلش الكاميرا مش واخده بالي ان هي مش مزبوطة فبوريكي مش باين قوي بس مكيالي هو باين ان هو يعني شكل القطيف عاملة ازاي اا ما شاء الله سهلة جدا يعني انت لو جربتيها هتبطل تجيبي قطيف منبرة تاني خالص وهنا خلصت الكمية كلها عميلها بسواها ما اخدتش معي نص ساعة يعني تقريبا كده اقل من نص ساعة اا خلصتها وما شاء الله زي ما انت شايفها كلها اا كانت كويسة وكانت سهلة اوه ما بتاخدش وقته خالص اا في عميلها اجربيها وان شاء الله مش هتشتري اطايف منبرة تاني وهندخل كده على اا الطريقة التانية سهلة جدا مش هتاخد مني وقته خالص اا بتاعة القب كيك دي بصراحة جميلة اوي يعني بعمل بها القب كيك او كريب اا بتكون كويسة ما بتاخدش مني وقت هنشوفه دلوقتي هنخلص ازاي مع بعض وكمان اا الميزة اللي فيها اني بتخليهم كلهم اا زي ما انت عاوزة يعني عاوزة تعمليها اللي هي العصافير الصغيرة في ايديك يا عاوزة تعمليها كبيرة اا كمان في ايديك ومش بتبهدل الدنيا وبتنزل كلها مقاسات واحدة بص كده قربي شوية شايف الفقاقية اللي موجودة دي الطريقة دي كمان نكحة اوي وجميلة هي دي اللي انا معتمداها وبعمل اا بيها على طول يعني السنة اللي فاتت هتلاقوا نفس المقادير دي بتاعة الطريقة اللي فالخميرة هي اللي كنت عاملها اا معاكو السنة اللي فاتت جميلة جدا وما بتاخدش وقت خالص في عميلها النار بتاعتك ما تعليهاش اوي ولا توطيها اوي يعني خلي النار اا وصط ومش عالية اوي ان هي اا تحرقها بسرعة ومش وطي اوي ان هي ما تستوش معاكي على طول لو وطتيها اوي مش هتلاقي الفقاقية اللي قدامك دي اعرف ان النار بتحتك وطيها اا لكن لو وصط بصي اول ما بتحطيها بتلاقي الفقاقية دي يعني بتبنى على طول اا الكربوناتو هو اللي بيساعد ان بتلاقي الفقاقية دي اا دي الطريقة التانية اللي فيها كربوناتو خميرة عاوزة تعملي القطايف لازم ان تعمليها في صانية فال يعني ما تجيش تعمليها في الالمينيا وتقولي دي لزقت مني اا لازم ان يكون اا في صانية فال علشان ما تلزقش منك هيخلصوا على طول حاجة نضيفها عاملها ببيتك ما اخدتش منك وقت هتجربيها هتفرحي اوي ان انت عملتها وطلعت كويسة مش هتبطلي ان شاء الله تعمليها في البيت ومش هتشتري قطايف منبرة تاني زي ما قلتلك بفردهم الاول كويس لما يبردوا كويس وبعد كده بحطهم على بعض ما فيش مشكلة خالص لكن ما تطلعهمش وتحطهم على بعض درجة اللون حلوة اوي كلهم درجة واحدة ممكن تلاقي واحدة يعني غمقة شوية بتكون مش على النار اوي فلسه من فوق ما استويتش ومن تحت بتكون اخدت درجة ده بس اللي بيخليها غمقت شوية لكن ما فيش مشكلة المهم ان هي تكون استويت كويس الميزة في المأدير بتاعة الوصفة دي ان الخميرة بتخليها تمسك نفسها يعني وانا بحطها في الصينية زي ما انت شايفة كده بتديكي نفس الدائرة مش بتشكل اي شكل تاني او بتفرش اوي يعني بتنزل بس بتديكي القوام ده لان الخميرة بتخليها مسكة نفسها مش بتفرش اوي وبتكون كلها مقاس واحد يعني انت لو تاخد بالك ان هي كلها مقاس واحد من كتر ما مدياني النتيجة كويسة والدرجة كويسة فارحونا اوي بوريلكو في كل مرة وكده خلاص خلصتهم وماشاء الله خلاصوا على طول ما اخديش مني وقت ودي كمية زي ما قلتلك عاوزة كمية اكبر ضع في الكمية بنفس المأدير اللي قلتلك عليها ودي الكمية اللي طلعت معي هنا هقول لكم دي مزيتها ايه ودي مزيتها ايه الاتنين زي بعضهم ادياني نفس النتيجة لكن اللي عليها نشا هي اللي هتلاقيها نشفة شوية يعني النشا مخليها نشفة او يعني نشفة شوية للناس اللي بتحب القطايف نشفة اللي بالخميرة كمان طلعت نشفة وكويسة ما قدرش اقول لك عليها اي حاجة لكن النشا مدية نشفان اكتر اللي اتنين حلوين واللي اتنين عجبوني واللي اتنين ادوني نفس النتيجة اللي انا عاوزاها مرضي عن الاتنين زي ما قلت لكم الطريقة اللي بالخميرة هي اللي انا معتمدها لكن التانية اللي فيها نشا طريقة جديدة قلت اجربها معيكم الاتنين حلوين وعجبوني اوي واقدر اقول لكم جربوا الطريقتين وان شاء الله يطلعوا نكحين معيكم بس كل حاجة قلت لكم عليها امشوا على نفس الوصفات او التكات اللي انا قلت لكم اعملوها الحشوات طبعا زي ما انت عاوزا دي بتبقى مختلفة لكن بنحبوا الزبيب وجسط الهند فحطيت زي بيب وجسط الهند وعليهم معلقة سكر واحدة يعني ما تقطريش السكر اوي معايا تلات اشكال دول حلوين اوي تلات مأسات مش تلات اشكال هما تلات مأسات فيك كبيرة والوسط والاصغر منها بتساعد ان انتي بتقفل القطايف حلو وبتديكي كمان شكل حلو لو مش موجودين عادي خالص بيديكي وانتي هتقفليها اهم حاجة ان انتي تغطيها وما تسيبهاش فترة وتيجي تعملي دي ما تغطيش يعني محطتش الحروف على بعضهم فما تقفلوش كويس هرجع اقفلها كمان يعني هقفلها تاني وهتتقفل كويس ان شاء الله زي ما قلتلك اول ما تطلع القطايف بعد كده تبرد وغطيها على طول عاوزة تقفليها هتقفليها لو هتشيلها في الفليزر ممكن طبعا لو كمية كبيرة وعايزة تشيلها في الفليزر هتشيلها هتحشيها اي حشوة انتي عاوزها وهتقفليها وفي كياس من بتاعة التلاجة او فعالة من بتاعة التلاجة وهتبدأ تشيلها في الفليزر لما تحب تطلعيها تقليها تطلعيها قابليها بنص ساعة ترتاح وبعد كده تقليها بس اهم حاجة تشيلها بعد ما تقفليها ودي كانت التقفيلة ودي الكمية كلها قفلتهم ما اخدوش مني اي حاجة يعني عملتهم كده كان قبل الفطار وقالتهم بعد الفطار طب السيرب السيرب احنا عملناه قبل كده كزا مرة مع بعض فكان موجود عندي من يوم ما كنت عاملة اخر مرة معكو الكنافة فكان عندي السيرب انتي لو مش عاوزاتي يعني مسكر قوي بحط كبتين سكر عليهم كبتين مية ونص كبية من عسل الكولوكوز وهحطهم اه على النار وعصرة لمون وهسيبهم اول ما يغلو اه سبع دقايق او تمن دقايق وبعد كده بطفي على طول عليه بيديني القوام ده وما بيكونش مسكر وفي نفس الوقت القوام بتاعه بيكون مزبوط بحطه في التلاجة لو قعد معاك شهر مش هيجراله اي حاجة يعني انا كنت عاملة كيز بحاله فطبعا الكمية كانت كتير اه خدت على قد الكنافة والباقي شلته في التلاجة مش هيجراله اي حاجة هقلي القطايف حطيت زيت فحاولي تخلي الزيت غزير شوية وكمان اول ما تحطي القطايف ما تخليش الزيت يدخل في الغلايان هيتحرق معاك على طول مش هتستوى كويس فانت اول ما يسخن كويس ابدأ انزلي وكمان اه يعني يفضل ان انت تقليه في حاجة الامونيوم اه مش لازمة ان تكون تفعل الالمونيوم هينشفالك ويديكي اللون والدرجة اللي انت عاوزيه هطلحهم واحطهم في الشربات لو انت مش عاوزة تحطيهم او مش عايزاهم يكونوا طريين قوي ممكن ترش الشربات على الوش لكن بحب احطها في الشربات يعني انت عندك حلين ممكن تحطيها زي ما حطتها كده او ترش الشربات بس على الوش فانا بحطها وطلحها على طول يعني مش بسيبها مجرد ما بحطها بقوم جاية مطلعها على طول انت لو شفتي القطيف دي وانا بعملها تصدق ان هي معمولة في البيت يعني انت ما تتوقعش خالص ان ممكن تكون معمولة في البيت لو جالك ضيف هيفتكرك فعلا شرياها مفيش فرق خالص بين اللي انت عاملها في البيت واللي انت بتشتريها منبرة الاتنين فعلا زي بعض والنتيجة حلوة او حاجة مضمونة ان انت عاملها ببيتك عارفة معمولة ازاي وفي ناس يعني بيكونوا في اماكن اه الناس اللي بتبقى الحاجات دي بتكون بعيد او يعنها فانت لو عملتيها مش هتبطل ان شاء الله تعمليها لانها سهلة مش هتضطر ان انت تروحي مسافات او اماكن بعيدة علشان ان انت تشتريها وتعمليها ودي شكل القطيف كده خلصتها ودي الكمية اللي احنا عملناها وفيه تاني يعني التاكل قبل ما قدمه يعني وهي طلع من على النارة على طول وهي سخنة اكل ومنها كانت اه جميلة اه فيه لو انت عندك نوتيل او شوكولاتة ممكن هتحطي على الوش زي ما حطيت كده او لو انت عندك مكسرات اي مكسرات هتحطيها اه حطيت بصراحة اه سوداني سوداني مجروش على الطبق الاولاني والتاني حطيت لللي حابب عليها شوكولاتة وبوريك ازاي ان هي كانت نشفة كلها كانت نشفة اللي اتنين كانوا اه نشفين والنتيجة كانت كويسة قلتلكم هقول لكم على الوصفة اللي عجبتني اللي اتنين والله كانوا فعلا اه تحفة جربي اللي اتنين وان شاء الله مش هتندمي وده شكل الحشو من جوة طعمها كان حلو لو الفيديو النهاردة عجبكم او حسيتوا ان انا قدمتلكو حاجة ان شاء الله هتعجبكم ما تنسونش باللايك والشير والسبسكرايب عشان ربنا يقدرني ان شاء الله وقدر اقدم لكم كل جديد اشوفكم ان شاء الله على خير في منوعات معرشة مع الفي سليم الفي سليم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة